السلام عليكم عائد فوكس اليوم جايب لكم مقطع جديد النا عيد السلسلة يعني عيد المقدم عني يالله السلام عليكم عائد فوكس اليوم جايب لكم مقطع جديد ما تقول مايكرافت 1.14 يأخي ذا الولد الجديد قسم الله ما منهم فائدة هلا سلتوح هلا والله طب الى كثير قالوا لي يا ريت فوكس عشان الميز بينهم لازم تسميه سلتوح هذا بس غررت ان يسوي لبيت لأن كثير قالوا ليسوي لبيت فراح حط الكومنت وراح حط الحير بجدار الثالب وبالحلقة اليوم حلقة اليوم مو بحلقة اليوم حلقة اليوم اتوقع اني راح ادخل النذر مع سلتوح فلذلك راح تكون صعبة الحلقة وانا متوقع 5000% اني راح اموت فيعيال ادعولي بالرحمة من الحين الصراحة ما عندي موارد مرة حلوة فراح ابني بيت سلتوح من الكبلستون والاندي سايت عشان افرق بينهم او اني ابني بالاندي سايت والكبلستون زي كذا وبريكم من كيف راح يكون راح نلمي هذي ما بيهم طيب بيت سلتوح راح نشيل القبر حقه ورح نسويه هنا طبع راح نسويه من بلوكتين كذا مزين وكذا والله طلق حلو ها طلق حلو يا ايال ها برا حلو وصحي اطيك بالعافية يا شباب عن اللايكات وصلنا تغريبا 9000 9000 9000 لايك فخلونا وصل 10,000 لايك على الأقل صراحة اللايكات ما تهمني مرة بس يعني كذا تحمسني اوف شوف 10,000 لايك خلونا نزل حلقة جديدة عرفت كيف فيب لا تقصرهم معانا يلا سلتوح على بيتك يلا على بيتك طبعا هذا بيته اه بيت خايس شوية بس انه حلو يعني يكفي مكانة شوف هو يكفي مكانة خلاص ما يحتاج تفكر اوه خايس حلو سلتوح راح ينام فيه وخلاص ما راح يسوي شيء ثاني طيب ارمي هذي احط كذا هذي واحدة هنا واحدة هنا يلا سلتوح على بيتك يلا تعال هنا شفيك يلا يلا والله شاطر يلا قعد هنا حلو حلو خلاص هذا بيت سلتوح يا عيال كلكم طلبتوني ها سويت بيت سلتوح فباضل راح احط احد بدر ثالب عشان هالشي لان الناس كثير قالوا لعنها احط كومنت حقبان ساما قال لي بان ساما سوي حفلة رجوع سلتوح فبسوي له هدية اليوم وسوي له حفلة رجوع دي جي خالد دي جي خالد فراح سوي له غنية وهدية وفرحة وركصة وكل شي عيال وبنفس الوقت في كومنت ضحك لي بره اول ما رجع سلتوح قال لي تفوه عليك وعطلكم اياه الشاشة والله كومنتات مره نارية يا عيال المتابعين مره بحششين كل يوم مطالب كومنت واضحكم وضحك بعشان كذا خلونا نشوف الكومنتات الحلوة لانه والله نظيم يا عيال صراحة الكومنتات نارية وتخليلي اغرى الكومنتات كل مره وانا اصلا اقرأ من الزمان بس يعني الكومنتات مره حلوة شكرا للحلوين اللي ضحكون وكل اللي لازم يكتبوا حتى لو ما اتضحك التسامج عادي هم حلو المهم خلونا للحيد ام نحاول اندور على لافا عشان حلقة اليوم بحاول اسوي اااااااا... زي ما قلتلكم بحاول اسوي بوابة النذر من غير بيكاكس و انا قلتها من زمان مع ان عندي بيكاكس دايمند لكن من نسوقت راح اسويها راح اسويها طبعا يكن اللي عليك وش هييجيب معاك بكت مويا بركا معناتها تعرفون ان تلاقونها تحت الارض ايها الدجاجة الذكية اكتب سفها يا يال بس قلت لا لا تزعلها لي ايها للحين ما لقينا بركة والله غريبة يعني حاولنا نفرفل بس مافي الو في لابا هنا لا لا يكون ذا كيف لا ما ليخلق ادخل كيفينج بس ايش اول مرة اسمع لابا كذا صبر صبر اذا هذي لابا وقريبة يمدينا نسويها اتوقع مبكيت بس ان شاء الله لابا كثير وقريبة ان شاء الله دمي هم لحظة ذي وينها والله يعسمعها صبر خلا اسكت عشان تسمعوها هنا بضرض شكلها اووووووووه هذي بركة بس تحت الارض ليش دايمنا للاقيها فوق الارض طيب خلو حاول اسوي لكم البواب Alle غصدي عنها فخلوي انو بدأ او شي �يب ماقرا تحركا انتقريبا نجيب معك بلوكات كمية يعني طيب خلنشوف عين مكانها اوكي Rauch نسويها مشكلة ببيتي بيكون بعيد شوي بس هادي امشي يسوي بوابة اللي انا غزلينها سوي كذا ايذا بين كذا بعد واحدة اضن مويا فبتكون مختلفة شوي بعد راح تسال طبعا هذي يكون الفريم الاساسي يا اخي هذي دايما تصير لي والله غثيث المشكلة دي تمام سوينا الفريم الحين شا تسوي تروح تجيب اللابا زين اهم شي انك تجيب اللابا تعرفون اذا كان في مويا تحط فوق لافا بيصير اوبسيديان صح ولا لا صح بخلونا اوكي بين لافا هذا اللافا ناخذ حبة وحدة بس خلونا ننزل شوي يارب ما احترق بس اوكي يارب ما احترق اضلنا تحتها على طول طيحة فعشان كذا ننزل شوي شوي اوكي ناخذ حبة وحدة زين الحين نروح عند المكان هذا اللي سوينا تقريبا قدامها بالضبط شوف حط يوم ما ديش كثيرة كذا اضل كذا يب كذا سوينا الاساس اوكي الحين تسوي على شكل البوابة و تلاحظون حاولنا الحين بعد لا حطيت هذي غلط هذي تقدر تحطها هنا بعد تصعد بعد زيادة لو استعملنا اربع حبات اللابسيدين اللي جاء هناك تارفون اظن كذا البوابة خلاص حينش تسوي تقدر تشيل الموية تستعملها اينما تريد اوكي عشان نروح النذر نحتاج ولاعة وهذا عندي فلنت و عندي ايرون اتوقع يب و بنسوقت احتاج اكل كمية كبيرة عشان ما نجي بالعيد و عندي بكاكس دايموند خلاص ياو 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 اسكتوا شوي خلونا نشرح و نحتاج البومكن باي يمكن نحتاجها و تقريبا خلونا لا بني بالاخد معلومة يمكن نحتاج الليش عشان نقدر نسحب فيه سلتوح يمكن يسحب الينا بس خلونا نجيب معنا سلتوح بعد تعال اسحب سلتوح معاي عشان ما يضيع معاي بعدين و انكب فتعل معاي سلتوح و مش مو عشان بعدين اوو سلتوح ضاء سلتوح راح سلتوح مدريش هاي بتحجي و راح الحبل حقك يبوي أنا انا قاطل الحبل من اللامة هم بطيئين ف لما اسحبه يصير بطيئ طيب خلاص يلحقني كده لانا بالموية راح يصير بطيئ بس ان شاء الله الحين يتنقل عندي و ما يصير ياخي والله 1.14.4 فيك التشات متغبنه بس الا تقهر يعني حيشوف القطوة مفروض تسوي لي تيلبورت ما تسوي لي تيلبورت لا ها شوف بعد فترة تجيني تيلبورت ما ادريش وضع مينكرافت كلما تسوي تحديث تجيب العيد تقريبا 400 بلوكة باقي انا احنا ماشيين مرة كثير طبعا رحنا ورجعنا والحين بابني بوابة النذر عندي طبعا اتطلع الثمن حبات يعني ما مرة كثير فتعال URLs تعال بسرعة شوف يمشي شوي شوائي هلا مدري كم يبيله عشان يتلقل غظن في بلوكات معي هنا خلال نبني بوابة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة